بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدين الكرام اشتقنا لكم طبعا اليوم المارد الأحمر يدق ناقوس الخطر ويحذر المنافسين في الدور المصري بل يحذر كل أفريقيا من موج وأعصار أحمر قادم بقوة سيجتاح ويأكل الأخضر واليابس بداية أكثر من رائعة لرجال موسماني أسعدت العاشقين والمحبين لقميص وشعار النادي الأهلي رباعية نظيفة بمرمى الدراويش جعلت من الكل يشعر بالرهبة والخوف من موسم سيكون من وجهة نظري وبالا على الخصوم موسماني فاجأ المتابعين والمحللين وطبعا أكثر المصدومين هم الجهاز الفني للإسماعيلي عندما لعب بأسلوب وطريقة فيها الكثير من المجازفة عندما أعطى أدوار لحمد فتح بالدخول ما بين أيمن أشرف وبانيون ليصبح خط الدفاع مكوم من ثلاث لاعبين ودفع بمعلول وأكرم توفيق لوسط الملعب ما أعطى تعليمات صارمة لديان قوسولية بالمحافظة على التوازن كمحورين بخط الوسط مع توظيف أفشا وميكي سوني وبير سيتاو بخط الهجوم وبتحركات لا مركزية مع ميلان أفشا للطرف الأيمن ودخول بير سيتاو في عمق وسط الدفاع الإسماعيلي ما أعطى الحرية لميكي سوني بالتحرك بجهة اليسار هذه التوليفة التكتيكية لموسيماني هزت الإسماعيلي ولاعبيه وجهازه الفني وأثمرت عن ثلاث أهداف بالشوط الأول تناوب على تلجيلها معلول وهدفين رائعين للقادم الجديد المتألق بير سيتاو طبعا هذه الأهداف أصابت الإسماعيلي بمقتل وأنهت كل أحلامه بالعودة للمباراة ما أثار انتباهي هو اللياقة العالية للاعبيه الأهلي اليوم ورغم طرد ديانك لكن الفريق لم يهتز بل استمر بالسيطرة على المباراة طبعا توجه بهدف رائع من لاعب رائع سيكون رقم صعف في هذا الموسم وهو أحمد عبد القادر المسألة المهمة اللي لاحظتها اليوم في فريق النادي الأهلي هي وجود دكة مكتظة بالنجوم مما ولد منافسة شديدة ساهمت بتطوير إداء اللعبين بحيث لا يشرح أنه أساسي بشكل دائم وأن الفريق معتمد عليه بمعنى أن هناك قتال على مركز اللعب أيضا الفريق في نهاية الموسم الماضي في آخر مباراة كان يبدأ بشكل سيء خاصة في أول عشرين دقيقة لكن الأهلي اليوم من أول دقيقة أعطانا الانطباع أنه سيكتسح الإسماعيلي وأنه حاضر وبتركيز عالي لهذه المباراة طبعا أقول مبروك للنادي الأهلي وأتمنى أن يستمر هذا الإداء الرائع وهذه الأفكار التكتيكية لمسيماني من بداية الموسم وحتى نهايته وفي كل المباراة اللي سلعبها هذا الموسم النادي الأهلي وإن شاء الله بهذه التوليفة وهذه الدكة وهذه التشكيل وهذه الأفكار سيكون للأهلي شيء كبير بإذن الله تعالى في هذه السنة اللي أتمنىها تكون مباركة على النادي الأهلي